بصمات لعلماء عرب في مختلف الاختراعات الحديثة وإن كانت مجهولة فعلى سبيل المثال تقنية الواي فاي بشكلها الحالي والتي تربط أجهزة الحواسيب والهواتف النقال الذكية بشبكة الإنترنت ساهم في تطويرها اثنان من العلماء العرب هما الدكتور حاتم زغلول وزميله ميشيل فاتوش حكاية تشبه الكثير من العلماء العرب الذين اضطروا للسفر للعمل في الخارج بحثا عن فراص أفضل خطبة عيد العمال وكانت خطبة المشهورة لقطاع البترول مش مغطي السكر اللي انتو بتكلوه وتبلده كتير وكده ففهمت حاجة مهمة أو عن الإدارة إن المدير عمره ما يستعرض مشاكله مع الموظفين المدير بيحل مشاكل ولو مش عارف تحل المشاكل استقيل وامشي سرعان ما بزغ نجم الدكتور حاتم زغلول في كندا ومع حصوله على براءة الاختراع الذي ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الاتصالات جاذب انتباه العديد من المجلات العلمية والصحف الشهيرة هم بيساعدوا المتوسط والطموح إنه ينجح دي حقيقة يعني فكان عندنا طموح وكان أنا ومشيل يعني واخترنا حاجة كويسة وللدكتور حاتم مشروعه الخاص الذي يحاول من خلاله أن يساهم في تطوير التعليم في مصر بشكل غير مسبوق وطول الوقت والطالب بيذاكر وبيجاوب على أسئلة الزكاء الصناعي ده بيتعلم عن الطالب أكتر فبيعرف الطالب ده بيتعلم إزاي فيعلمه بطريقته يقوله إيه تفرج على الفيديو ده ما تتفرجش على ده ده مش هتفهمه ويقول لنا إحنا بقى في النهاية الطالب ده بيفهمه حيفهم النحو أحسن ما حيفهم الإنشاء حيفهم الفيزياء أحسن ما حيفهم الكيميا محاضرات يلقيها الدكتور حاتم في عدد من الجامعات حول تطور التكنولوجيا يحاول من خلالها أن نشر ثقافة الطموح والتفاؤل لدى الشباب أحمد بجاتو العربية القاهرة